موسيقى نبدأ من النهار اللبنانية علق داخل صراف آلي فطلب النجدة عبر قصصات ورق للزبائن فقد أغلق باب جهاز صراف آلي على موظف في داخله وأخرج منه بعد مدة وذلك بعد إرساله رسالة استغاثة من سجنه عبر فتحة استلام النقود للجهاز اعتقدت الشرطة لوهل أن الأمر عبارة عن خدعة لكنها فوجئت بسماع صوت خافت يخرج من الآلة وأنقذت العاملة الذي لم تعطي اسمه ولا اسم الشركة حيث يعمل صحيفة الوئام السعودية عنونت كندية تخفي جثث أطفالها الستة داخل خزانة فقد قضت محكمة كندية بسجن امرأة لمدة ثماني سنوات ونصف السنة لإدانتها بتهم تتعلق بإخفاء جثث أطفالها الرضع الستة في خزانة واكتشف موظفون في شركة للتخزين الجثث المتحللة في خزانتها بعدما تخلفت عن دفع إيجار الخزانة وعثرت الشرطة بعد ذلك على رفاة خمسة صبية وفتاة تتراوح أعمارهم من 34 إلى 42 أسبوع في أكياس قمامة وصندق بلاستيكية ومعهم ألعابهم وملابس أطفال صحيفة القبس الكويتية تضرر لوحات في متحف اللوفر بسبب العواصف الرعدية فقد تعرضت رسومات عدة في متحف اللوفر في باريس لأضرار جراء العواصف الرعدية القوية التي شهدتها العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي وقال المتحف في بيان إن المياه تسربت إلى الطلاء الخارجي للوحتين للرسام نيكولا بوسان وعمل ليجان فرانسواء دوتروى وإلى الغداء الأردنية التي عنونت ممثل بديل يموت أثناء تأدية دوره في مسلسل The Walking Dead فقد توفي الممثل الأمريكي البديل جون بيرنكر بيرنكر متأثرا بجروح أصيب بها عندما سقط من ارتفاع ستة أمتار على أرض صلبة في موقع تصوير مسلسل الرعب الشهير The Walking Dead بيرنكر عانى من صدمة شديدة في الرأس ونقل من مكان الحادث إلى مركز أطلانتا الطبي حيث أعلنت وفاته وبعد الحادث توقف التصوير المسلسل الثامن من الموسم الثامن من المسلسل الشهير المقتبس عن سلسلة من الكتب المصورة تحمل اسم ذاته وتحكي عن عالم يحكمه الموت الأحياء الزومبي صحيفة الخليج عنونة الطلاق جزاء الإنجاب في الستين فلم تكتمل فرحة سيدة صربية بتحقيق حلمها بالإنجاب وهي في الستين من عمرها إذ سرعان ما شرع زوجها في إجراءات الطلاق بسبب عدم تحمله بكاء الرضيع المستمر طوال الليل المثير للعجب أن الزوجة ساند حلم زوجته بالإنجاب لأكثر من عشرين سنة أنفق خلالها معظم مدخراتهما على علاج شريكة حياته التي لم تيأس من تكرار المحاولة تلو الأخرى حتى علمت بحملها وهي في الستين ترجمة نانسي قنقر